أقرى الاجتماع برأسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون سعيد تكليف لجنة متابعة للمشاريع الاستثمارية بسرعة استكمال كافة الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لتوقيع عقد تسليم موقع المنطقة الصناعية بعدن بين معالي وزير الصناعة والتجارة والمطور للمنطقة الصناعية شركة عدن لتطوير المناطق الصناعية ألا يتم ذلك قبل انتهاء العام الجاري كما أقرى الاجتماع تكليف لجنة بالنزول الميداني لتقييم أداء المصانع ورفع كشف بالمستثمرين المصروف لهم أرض من قبل هيئة الأراضي يتم فيه التوضيح بالمساحة المصروفة واسم المشروع والفترة المحددة لإنجازه وكذا بالمشاريع المتوقفة والمصانع التي تم البسط عليها وعقد اجتماع موسع برأسة محافظة المحافظة لمناقشة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وكان معاون قد اطلع من رئيس هيئة الاستثمار علي جرهوم ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية أبو باكر باعبيد ومدير عام هيئة الأراضي وعغارات الدولة بعدان عامر عبدالله عثمان ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة وسيم العمري ورئيس لقنة المتابعة للمشاريع الاستثمارية بالمجلس الانتقالي خالد بن خالد سالم على مجمل الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والمنطقة الصناعية وأهمية تسهيل معاملات المستثمرين وتفعيل نظام النافذة الواحدة وشروط لازمة لصرف الأراضي الخاصة بالراغبين في الاستثمار بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والتي تم البسط العشوائي عليها أو التي صرفت لجهات ولم يتم تشغيلها وأكد معاون ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة لتوقيع عقد تسليم المنطقة الصناعية نظرا لما تفضيه المصلحة الوطنية